السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم بالدرس 37 من سلسلة أحفظ كل يوم 10 كلمات باللغة العلمانية تأخذنا عليكم قليلا لدي زروف خاصة نعمل مراجعة دروسي اللي أخذنا ببلش بلس جديد شو معنى شنل شو معنى كلاين شو معنى هسلش هسلش شو معنى أسن شو معنى فرقسن وهلا يخينا ببلش بلس جديد عنا أول كلمة كمان رح ناخد صفات غوهش يعني هادي هادئ تمام؟ إذا انت مبتدئ زلت غوهش فعادئ تتعلم شوي شوي عندك أكسو غوهش غوهش يعني غير هادي غوهش غوهش عنا اللي بعده ليدش 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 يعني عذابي عذاب فاع هايغاتت فاع هايغتت يعني متزوج فاع هايغاتت يعني متزوج فا لبت فا لبت يعني مخطوب فا لبت فا لبت جي شيدن جي شيدن يعني مطلق منفصل جي شيدن حرف الاس وتسيها ما بعض تنفس شين سوان باول كلمة نص الكلمة اخر كلمة جي شيدن يعني منفصل جي شيدن فا لبت 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 يعني صادق. طبعا يا جماعة يعني اللي عطلين وصلنا ده سبعة وثلاثين. فان شاء الله يعني نوصل لخمسين حتى مية كمان حتى يعني يكون مرجع لكل واحد مبتدى حابب يتعلم الماني من الصفر. والاسف يعني كتير ناس بقول له اكتب لفز بالعربي فانا مضطر اكتب للناس مبتدى مشان يسهل عليه ونحفظ. لكن انت ركز على النطق الصح. اتعلم. اتلايك واشتراك وسلام.